كل مربي من الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جمعة القاهرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة الهامة اشتركوا فيه ما هو التحصين؟ الهامة اشتركوا في القناة الهامة اشتركوا في القناة 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 لا بقولك برغم ذلك ان ده بيبقى ايه ممكن التحسين يكون the next line of defense يعني الخط الدفاع التاني في المزارع عشان ممكن جدا رغم البيو سيكوريتي وو الى اخره ان احيانا يحصل بريشينج لل disease في البريميسيز وبالحالة دي يحصل فيلير في البيو سيكوريتي يحصل اتشل في الامان الحاوي يبقى عندك برضو خط دفاع تاني وهو ان الطيور عندها defense محصنها ضد هذه الامراض انا جاي بصور هنا بسيطة عشان نتذكر مع بعض طبعا كلام ده بالنسباركو حاجة بسيطة جدا بس للتذكرة ان بيحصل تحصنات في الهاتشري وفي تحصنات بتحصل في المزرعة نفسها فعندنا ادي امثلة الصورة اللي عند حضراتكو دهيت مثلا دهيت الصورة دهيت بيبقى للحقن في الفقاس تحت الجلد او في العضل هنا برضو في عندنا ممكن لتحصين بالرش زي البنساميك بسن يوم لسه واخرجين من الفقاسة بعمل لهم سبري اللي فوق دي بقى في حاجة اسمها اللي هي بقى بيتم التحصين داخل الجنين وهو عمره 17 يوم او 18 يوم يعني حمسك البيض وحقنه بيضة بيضة طبعا مش ممكن انما في مكانة زي ما حضركم شايفينها دي ده عبارة عن جهاز اوتوميتد بيسموه انفو جيكت سيستم ده يسمح بانك تحقل 50 الف بيضة في الساعة وتحصنه الحكاية دي تعتقدين اوفو وكسيناشن دي بنعملها في تمالي في الجنبورو وفي الماركس حديثا لان بيتطبح ان يعني اللي ما تطوروا تحصن بيكون المناعة بتاعتها افضل من انا اللي ما استنى او بعد الفأس وابتدي حصنها ده كان بالنسبة للهاتشري فاكسيناشن بالنسبة للفارم في المزرعة بما طبعا عندنا كلنا عارفين عندنا ممكن نحقن اللقاحات خاصة اللقاحات الميتة بناديها كلها حق عندنا الايدروب او الانترانيزر روت اللي هي التقطير في العين او في الانف عندنا في سبري فاكسيناشن او الاريسول زي ما شايفين في الصورة هنا كده وممكن عندنا درينكي مجولتر فاكسيناشن دي انواع اللقاحات او طرق التحصين اللي مختلفة سواء في الفقاسة او في المزرعة طيب بعد ما حصنت ممكن يحصل مشكلة بعد الوقت ان ايه انه يحصلش استجابة منعية كما يجب ازاي يعمل الانفستيجيشن للفاكسيناشن فيل يرى ازاي يعني ادرسها ازاي هنقول الفاكسيناشن فيلز هوان بيفشل التحصين في الحالتين دولار ان لو الطيور مكوناتش اكسام مضادة اللي هي متعارف عليها او المفروض توقحها بعد التحصين بمدة معينة يعني قد تكون اسبوع اسبوعين ثلاثة سابعين الى اخر او ان هي تصاب بالمرض نفسه بعد التحصين يبقى في الحالتين دولارهم حصل فشل في عملية التحصين بتاعتي لما التحصين بيفشل سواء كان في نديني تايتر كويس او انه هو الفراخ تصاب بالمرض نفسه اللي انا حصنت به اول حاجة على طول لصاحب المزرعة بيقول لك ايه التحصين بايز ايش دقل اللي بيحصل طبعا على طول بيحصل بليمج للايه الفكسين الفكسين بايز رغم ان دي حقيقة اه ممكن يكون التحصين بايز صحيح لكن في بعض الحاجات الاخرى اللي هي بنقول عليها لازم تعمل تحصين يعني لازم نعمل نراسة شاملة وشوف ايه الاسباب اللي قدت الى ان التحصين ده مداش النتيجة مظلمش الفكسين بس لا في اسباب اخرى حنعرفها دلوقتي الراجل ده بيفكر دلوقتي ايه المشاكل بايز بيقول لك المشاكل التي تؤدي الى الفشل المناعي او فشل التحصين عندنا اول حاجة بص تلاقي مشاكل في تداول اللقاح نفسه وطريقة التعاطي مشاكل اخرى بنقول عليها مع اللقاح نفسه اللي هو الفيروس نفسه او البكتيريا او الفكسين اللي انت بستعمله يكون في مشكلة ممكن يكون مشاكل مع الطائر نفسه اللي هو الهوست اللي حتدينه الفكسين ما يكونش عنده استعداد ويديك مناعة جيدة ممكن جدا يكون في حاجة مسلينيات بروبلمز دي مجموعة اسباب مش قادرين نحطها في كاتيجوري معين وانما لمناهم مع بعض كنسريات حطناهم مع بعض هنعرفها برضو اخر حاجة ودي مهمة جدا اللي هي مشاكل التثبيت المناعي وحنعرفها بالتفصيل دلوقتي ناخد واحدة واحدة من دولة وندرسها ونشوف ايه الاسباب ناخد اول واحدة اللي هي بروبلمز ادمنستريشن اند هاندلين بيقولك اول محلية الفكسين ده معناه ان الساعة تده تدوء انك لازم تستعمله فورا ما تركنوش مش هحله دلوقتي وكمان خمس ست ساعات اقدي لأ لازم عمطول اروح نستخدمه فورا عشان يبقى لسه ايه الحاجات التانية بقى اللي مشوف ايه بنشوف ايه 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 الجرعة مش مزبوطة اللي بتاعت اللقاح ودي تشوفها ايه ممكن تحصل انا جبت اللقاح كواس جدا مكان سليم ومحترم جدا ولكن حضرتك خدتوا كده في كيس نايلون وماشي في الشمس والدنيا حار وراوح تحفيته في المزرعة اعنى الكلام ده طبعا مش غريب عليكو يعني طبعا تورموس على اقل حوالي تلب او في اه رفرجيريتور عشان ما يتأثرش بدرجة الحرارة ولا اشعة الشمس اللي انت بوزه وخاصة لو كان لقاح حي حاجة تانية لستوريش التخزين التخزين بتاع اللقاحات اللي هي الناس اللي بيديع اللقاحات لازم يكون في طريقة سليمة في باب التلاجة باب التلاجة زي بيقولوا من اربعة لتمانية درجة مقوية او يكون في الفريزر ممكن في انواع اللي هي اللي هي فيه خطأ برضو بيحصل فيه ناس عندها فكرة ان اللقاحات الميتة يعني التخزين بتاعه هده بولك لقاح ميت حيجرال ويه احطه عرف ده في منطقة خطورة لأنا عرف دي اعنا هيتعرض الحرارة وتغيرات الجوية المصاحبة حتبص تلاقي حضرتك ان بيفصل الفكسين لازم يتحط في التلاجة ما يتحط في الفريزر لقاح الميت ما يتحط في الفريزر يتحط في التلاجة حرارة يسخن ازاي عرضتوا للحرارة اثناء النقل زي ما قد قلنا عليها برضو اثناء الترانسبورتيشن تجميد بتاع لقاح الميت يبوزه يفسده زي ما قلنا ايضا عندنا في مش كل التحصين حضرتك مش كل اللقاح خدته واستعملته يعني مثلا سبيل المثال اللقاح اللاسوتة مثلا او او اي حاجة بتبقى عمزة ازاة البنسيلين كده صغيرة وبعدين حضرتك بتحلها مفروض بتفتحها تحت المية عشان ايه ما تفتح متقض نقطورش منها اي كمية لان لما تقرأ اللي مكتوب عليها بيقولك تحتوي على عشرة قس كذا من الفيروسات وبعدين ان كل طائر اللي حياخد جرعة تقدي كذا فيروس لازم تكون دي جرعة مزبوطة بالنسبال طيب انا اتلقتي لما بحط فتحت الامبولة دي كده ومستعجل مصمصطها كده وروحت مدلق اللي فيه او شوية فيه نقطتين ثلاثة تفضلوا في الازازة دولم فيهم كمية فيروسات بتبقى بالالاف لان العشرة قس واحد دي عشرة انما عشرة قس اتنين دي مية عشرة قس تلاتة دي ألف وهكذا فلما بيقولك عشرة قس تسعة يعني شوف بقى دي بقى كمية دي مليار في الازازة دي فلازم تتأكد بلان كل الكمية اللي حضرتك في المنبولة بنزدد في المية بتاعتك او في سبريي اللي انت هتعمل النقرة النامرة اتنين يعني ايه يعني انا دي لاتي حضرت اللقاح وبعدين بخلطه بخلطه اما في مية او بحطه على محلول حيدوب فيه عشان استعمله سبريي او او الاخر او حدي حقن وطفر يعني ماهما يكون ممكن جدا المادة اللي حضرتك او السائل اللي حضرتك بتستعمله يكون فيه مشكلة تتعارض مع الفاكسين عاية حضرتك يعني يكون مثلا عندنا المياه بتاعة بزارع معظامها مياه عسر عشان مياه قبار الزيابة الاملاح تتعارض مع التحصين وكفاقته حتقل كتير من كفاقة الفاكسين يعني لو انا عندي مياه وعارف انها ملحة على الاقل اجيب عربية مياه من مياه حلوة لتصبح للشرب واستخدمها مع طبعا ملاحظة اننا مكنش فيها كلور خدالي من الحاجات دي يعني نسي بالحكاية دي تاني تالت حاجة تاريخ التحصين وقت التحصين حضرتك اخترت التحصين امتى لازم يكون يتناسب مع اللقاح اللي انت بتستعمله مجيش مثلا بستعمل اللقاح لازم سن يوم لان الخطورة كلها لو تعرض هو العدوى سن يوم الفاكسين بتاعها مش هديك نتيجة مثلا حاجة الرابعة لازم بعد كل الفراخ اللي عندك او الطيور اللي عندك بتحصن لعدة امراض وبعدين بتقعد لمدة معينة بيبتدي يحصل الانتيبوديس دي او الاكسام مضادة بتزيد تصعوديا لحد ما تصل للمكسيمم وتثبت وبعدين يبتدي الكيرف ينزل ينحدر تدريجيا ما لم تحدث جرعة تنشطية تمام ده ستندر كيرف في المناعة كلها تمام طيب لو انا استعملت الفاكسين بتاعها المحصن مثلا من دي مثلا محصن من اسبوع او من عشر ايام لسوتة مثلا وبعدين رجعتاني احصنهم لسوتة تاني بعد عشر ايام حيخش مع الأجسام المضاد اللي موجودة في جسم الطائر وحيتعادل معها وينزل من البروتكتف الى الانبروتكتف يعني لا تبقاش كاملة كفاءة بتاعتها وبالتالي بص هنا في دروب دروب ده لو تعرض الطائر ده لعترة شديدة الدروة حيعمل لها تنوكسل بإيده وعندها مجرد اقسام بلي وتحتاج لاربعة خمس تيام عمال ما يرجع يعلى تاني ويصل للمستوى اللي انت عاوز فإذا ده مهم جدا اننا بستنى لازم البناعة تكون ابتدت تتسحب وده بيتم عن طريق قياسات المدم للطيور عشان اقدر اعرف اذا كنت عيد تحصين او معايتش نمرة خمسة روت افكس ادمنستراشن دي بيبقى زي ما قلنا في عندنا ميت الشرب في عندنا رش في عندنا حؤن طيب كل واحد من دول هم له شروط حضراتكم ممكن تعرفوه اكتر مني كمان يعني مثلا لو انا بحضر او حصن ضمارة بكتيري حي مثلا معايا فهو حطيت مع مضاد حيوي طبعا انا ببوزت الفكسين بتاعي خلاص كولرا مثلا او حاجة او سلمون او ما بوزت ما ينفعش بل خلط مع حاجات اخرى حاجة تانية ودي حنشرحها شوية قدام اللي هي المسائل اللي حضرتك بتحصن فيها دي لازم تكون ضيفة لكن ما تكونش مطهارة بمطهرات يعني ايه يعني تتغسل بمية وصابون وتشطفها كويس قوي قوي عشان الصابون ما يبقاش موجود عشان ما يبقاش فيه اي ريزيديو للالكاليدي بتاعت الصابون وتبواز لك التحصين انما لو استعملت مطهرات ممكن جدا بقايا المطهرات دي ودي حنكلم عليها قدام شوية انها تبقى ايه تبواز لك الفاكسين بتاع نضيفة مخسولة كويس قوي بس بالغسيل تمام نيجي بعد كده عدد المسائل المفروض فيه مساحة معينة بكل طائر على المسائل يشرب منها مسموح بيها حسب العمر بتاعه لو انا جيت عندي عدد كبير وبكلهم بيشربوا انا بيعطاشهم وكلهم عدشانين ساعة ساعتين ثلاث ساعات في الشتاء ولا حاجة وبعدين كلهم عاوزين يجروا على المية وحطت كمية مسائل الليلة يبقى اي مجتمع فيه قوي وفيه ضعيف الفراخ القوية هتجري على المسائل تشرب لما ترتوي لان كمان حضرتك بتبقى محدد كمية المية عشان يشخلصوها بسرعة تشرب لما ترتوي يبدو خادوا من الفاكسين وسابوا المسائل بعد ما شابعوا وعمال ما يمشوا ويجوا الجماعة الضعف ويشربوا مش حيلا لقاح يبقى اصبح عندك فيه فيه الفاكسينيشن اللي حصل فراخ تحصانت زيادة وفراخ ما تحصانتش الفراخ ما تحصانتش دي قابلة لإصابة بالعادة يعني اذكر كان فيه واحد من احنا المزارع كان بيحصل خمسة تلاف فرخة كبار في خمسة وعشر مساء وكل مرة جيله نيوكاسر ايه اللي بيحصل بالضغط يغير اللقاح ويقولك اللقاح وحش يجي من شركة تانية والمشكلة هي تضح ان هو بيحصن في عدد قليل جدا لازم كم اربعة حاضر بيقولها تاني خلاص نحية نمر دي طيب نرجع لنمر اربعة زي ما اتفقنا ان بعد ما بحصن اي فاكسين بيبتدي يحصل كيرفل المناعة يرتفع تدريجيا بنقول في حاجة اسمها نيجاتي فيز وبعدين في حاجة اسمها طبعا استدر الطبقة فاهمنا اذا الكلام كويس قوي نيجاتي فيز وبعدين لوجريس ميك فيز وبعدين ستيشنري فيز وبعدين ديكلاين فيز بالعربي يعني يعني ايه يعني انا ديت اللقاح النهارد اللقاح مش هشتغل عطول حسب نوع الفاكسين وحسب استعمال طيب دي النيجاتي فيز اللي هي لما ايس المناعة في الدم مش حلاي انتيبوديز بعد كده بتبدي يعني انتيبوديز تدريجيا زي معارفين في حاجة اسمها اي جي اين بتطلع بالأول وبعدين تستعوض بالاي جي جي او الاي جي واي طيب اللي بتبدي ترتفع المناعة تدريجيا حتى تصل الى قمة بتاعتها قد يكون ده بها حسب نوع الفاكسين بعد اسبوعين بعد ثلاثة بعد اربعة الى اخر وبعدين يستمر مرحلة مستخط في البلاتو واسعة وبعدين قد يمتد في بعض الاحيان لسانة زي في حالات الكومارو الفاكسين مثلا بتعني وقد يكون اسابيع زي في حالات اللاسوتا وحالات الهيتشنر وبعدين بعد يبتدي ينخفض تدريجيا تاني لحد ما يبقى مفيش انتيبوديس خاص ده بياخد وقت تمام ده بنقول عليه وينينج أوف اميون ستيتوس تمام اذا حصل بقى ان انا جيت وهو لسه طالع المناعة بترتفع او المرحلة البلاتو الواسع واتحصنت بالفاكسين بتاعي معايا حضركم بيبتدي يحصل تعادل المناعة في الحالة حيحصل هيبتدي يسحب الانتيبوديس اللي كانت موجودة دي وينزلها للانبروتيكتف للحد اللي هو لا يعني غير يعني لا يصد العدوى وفي الحالة ديت انتعرضت الفراخ بييدك انت دخلت لهم المرأ لان الفراخ بعد ما كانت عندها مناعة نزلت مستوى المناعة في الدم انت مش شايف الكلام ده كله عطر شديدة الضروة في المرحلة دي اللي هو بتقعد لها حوالي ثلاثة اربعة ايام يبقى دخلت المرض بنفسك في العمل تمام ادي المقصود بوينينج او ارجو انه يكون واضحا ننتخل بعد كده ثاني نكمل بقى موضوع نتكلم عن نتكلم بقى على يعني الرش برضو له شروط اه في حاجة اسمه هتخش تصل الى الرئة وكدكون ده رئة تؤدي كده هو مايستحملش ان فيروس يخش فيها ويستنى هتبص ايه انت دخلت له المشكلة بالنفسك انما دي هستعملها امتى للفراخ الكبيرة طب الصغيرين دول اديله رش خشم تبقى كبيرة عشان يبقى التحصين بتاعك صح حاجة تانية طبعا لما بتستعمل الايه الوطومايزر اللي هو بالرش بيبقى فيه التانك بتاع الفاكسين موجود ده بيشتغل بالكهرباء مثلا وبعدين طبعا بيت ممكن تطلع منه حرارة اذا كان فيه خلل في الجهاز ده السخونية دي هتضوز التانك الفاكسيني اللي حضرتك بتستعمله يبقى انت بتحق الميا ما فيش ما فيش فاكسين الديريكشن اتجاه حضرتك ما تخش ما تعملش بقى تعمل ايه زي ما يكون متبيض العنبر وترش السقف والحطان لا لا لانت فوق رأس الطيور وترش على طول اذا كان في قفاص او اذا كانت على الارض على مستوى الدماء المتحر عشان يحصل استنشاء لانت عاوز الفاكسين بتاعك يخش الى الارض طبعا انا ممكن جدا بدم بروش اما حكون عندي عنابر مفتوحة او عنابر مقفولة العنابر المفتوحة بقفل الشبابيك النوافذ كلها عشان ما يحصل شغال الهوى شغال بيطلع انت بترش من هنا وبيطلع مننا حد تاني يبقى مفيش استفادة فبقفل النوافذ اثناء عملية التحصين لو عنابر مفتوحة بوقف المراوح اثناء عملية التحصين طب وبعدين فراخ تفتص لا اخد بال ان انا اسرع ما يمكن اكون مخلص التحصين بتاعي في خلال 10 دا ربعي ساعة وكون محجز الطيور في جزء صغير من العنبر اخلص بسرعة في بتاعي عشان اراعي برضو ان التنفس بتاع الطيور يكون في طريقة من التمرجية بيخش ويحقن طيب الرجل بيخش يحقن هو هو متفق معك ان الرأس عليها قد كذا انا بكلامك بالبلد يعني مظبوط يعني الالف هاخد فيه قد كذا هو عاوز يخلص بسرعة ويجري عشان يخش عند الحاج فلان يحقن ويحصن فالورك سرعة الشغل بتبقى سريعة عنده ما بيحقنش زي الناس ما بيديش مظبوط وازكر ان كان فيه احدى المزارع كنت مستشار ليها كان تمالي مع عنابر مقفولة ونزام خمتاشر مليون بيضة في السنة والتمالي جاء لهم يكسل في عمبر في تلاتة تلاتين الف في البطاريان ابقى لما رحيزنا بقى ان الاعمال اللي بتخش اول نص ساعة بيشتغل وقع بزم قوي وبعد ما تخلص نص ساعة كل الفكسين في حود الزرق يلا خلصنا حاج ويمشي طبعا هنا لازم حضرتك تكون منتبه لحكاية دي وانا تجيش تقول حصانت ومش حصانت مين كيفية التحصين تمت ازاي دي مهمة جدا الحاجة التانية الناس فاكرة ان الحقنة او الابرة اللي بتستعملها دي دي يعني ابرة شحرية دي المفروض تخلص تتغير سن الابرة ده كل خمسمائة فرخة مش مش هخلص بيها تلاتين ولا اربعين الف طائر منفعش منفعش الكلام ده الجرعة تازم اصبط الجرعة بتاعتي مصبوط ما فيهاش فتاكة وفهلاوة يعني اللي انتج الفكسين ده بيقولك ادي نص سانتي متحضرتك ما تقولش ان حدي تلاتة من عشرة ليه عشان اوفر شوية لا انت اوفرتك كده على مشكلة كبيرة تعمل لك مشكلة كبيرة زي ما البروديوسر المنتج قال لك ادي التحصين ده بالطريقة الفلانية بالجرعة الفلانية استعملها ما تحدش عنها لان عشان تحصل على النتيجة المرجوة تمام يبقى الارتباط بالجرعة ده مهم جدا ممكن السرينجة اللي انت بتستعملها الاتوماتيك دي يكون فيها هوا ما تخلصش من الهوا طب انت بتحين هوا ولا بتحزين فكسين بازل ليكس فهي حقوقا بتبقى بايزة بصد ايها فيها تسريب يبقى بتكون نتيجة ايه ان وانت بتحقل الفكسين بيقع وانت فاكر انه يدخل في الايه في الطائف باكسكشن بقى حقوقا النفسها برضو مش مزبوطة بتعمل باكسكشن بترد اللي قاح فيها كل ديت اخطاء ممكن جدا حاجات بسيطة جدا لكن هي المواصلة عملية التحصين ودي كل ده كان ما يخص المانيبوليشن او التعامل مع الفكسين نيجي للنمرة اتنين اه هنا برضو اجاب لكم شهات صور بسيطة شوف حضرتك منظر المية دي دي مية دي بالله عليكم دي حد يقدر حط الفكسين فيها ها يعني ده بيوريك ان اهمية الغسيل والنظافة لان انت في عندك حد حاجة دي بنسموها البيوفيلم كلنا عارفين واسمعنا عليه بايوفيلم ده عبارة عن مادة جيلاتينية بتتكون في المواسير من الداخل سواء كان بي بي سي او غيره وده هي بتبقى احسن مرتع للبكتيريا والفطريات انها تنمو فيها ازاي البكسين حيشتغل فيها دي ها بالله عليكم ما كانش فينا ضفة ما منفعش كلها انت خالص تمام هنا الحقن بوس حضرتك ترونج انجيكشن اخطاء تحصين حقن هنا في الاولانية دي عور الطائر هو جرحه وبوز الدنيا خالص وعمله ممكن يكون عمل له كمان ايه هل ممكن يكون الفكسين فيه اه ممكن ليه ما بيش حاجة ما بعيد عن انها تحصل ليه لا اول حاجة رونج سيروطايب رونج سيروطايب دي اصد بها ايه حضرتك عندك عاوز تحصن ضد الايه الانفكشاس برونكايتز ما استعملت لقاح مسلا ماسوشيتس سترين وطفر نوعه ايه بقى تمام بينما العطر العطر ان عندك من الكلاسيكال سترينز اللي هي ما يمشيش معها الايه الماسوشيتس بس عملت اه باكسين غلط سيروطايب غلط بلاش الجنبورو عندنا الجنبورو منقسم فيه عندنا مثلا الانتوجينيك فيروس ميزوجينيك فيروس وفيلوجينيك فيروس لو حاضرتك جاي بتستعمل الانتوجينيك دي في قطعان في منطقة موجوقة بالجنبورو ولا اكنك حصن يبقى لابد اختيار السيروطايب من الفكسين بتاعك اللي يتناسب مع وبائية اللي الابديميولوجي يا دا كاتر الابديميولوجي بتاعت الدزيز اللي في المنطقة وإلا مش هتغطي الهدف من التحصين دي اول حد حاجة تانية potency and purity المفروض ان الشركات المحترمة كلها ما بتطلعش فاكسين إلا لما يكون عملت له اختبارات معينة وتأكدت من سلامة هذا اللقاح من ناحية الامان بتاعه انما ساعات ساعات ودي قليلة جدا ان يحصل فيه خطأ ان بقى مثلا unprocessed strain عطرة المفروض عنده العطرات اللي فيروسية او البكترية الضارية وبيحضر منها اللقاح بيعمله processing يعني سواء كان يعمله attenuation دروخة يعني او ان هو يموته بفرمالين ولا حاجة عشان يعمل اللقاح ميت حصل خطأ من الأدميين اللي شغالين الناس اللي شغالة وحطلك العطرة القوية الشديدة اللي هي قبل ما يحصل بروسيسي ودي حصلت مرة معايا بدون ذكر اسم الشركة وحصلنا كلهم بحصل جدري والفراخ بعد ما حصلناها بالضبط بالانكوبشن بيريد اللي هو من عشرة من 14 يوم حصل فيها وباء جدري ما شفتوش في حياتي كان الجدري طالع وسط الريش ولما تتبعت الحكاية دي اكتشفت ان هما كان غلطوا وبيبيعوا الفايلز اللي هي اللي المفروسيسي الباك ميوتيشن بتحصل ساعات المفروض ان في الاتينوشن بتاع الفايروس او البكتيريا بيتأكد انه وصل لحالة مظبوطة لما تخش الطيور ما تعملش مرض وانما تعمل تنشيط للمناعة فيه احيانا بيحصل باك ميوتيشن للفاكسين بتاعه ودي بنشوفها في الاي بي في الاتش 52 يعني لما ظاهر الاي بي في مصر كان فيه اول ما قلنا على الاي بي متحصنة يلف في العنبر ويختسب الضراوة تاني ويخش في الفراخ ويعمل لها اي بي كما انزل تمام ده اللي هم سميها باك ميوتيشن ولذلك حيط دخلة فيها الانكوريكت يوز زي مثلا من كتبها انا هو اتش 52 في الاي بي او حاجة تانية ان هي وحنا قلنا قبل كده لو انا برش الكتاكيد صغيرة ما رشهاش رش ناعم رشها رش خشن وعرفت ليه انا عاوز بس يستنى في منطقة الانف والجيوب الانفية بالكتير يوصل للحال انما ما ينزلش للقصبة الهوائية والحنجرة والرئتين والاكياس الهوائية وإيلا هتوصل عندهم اعراض تنفسية جديدة وممكن تبقى مشكلة مرضية نيجي هل حيجيديك نتيجة طبعا لا طبعا دي ساعات بتعدي على بعض الناس ويقول لك وقعدين فيه فتاوي يقول لك واه اكسباير ده بس يعني بيستنى شهرين كمان بعدها يا سيدي ده قصو تمن وقدو كذا ما تستخسرش ما تستخسرش اللي حتوفره هنا حتخسره في الفراخ والمناعة بتاعتها وتبقى الخسارة مضعفة الفكسين كمان أسبوعين كمان ثلاث خلاص ده يترمي وما تستخسرش وبيتزعلش عليه خلاص نيجي الفكسين الميتيشن يعني لما برمي حملي كله على التحصين وبقى دين بقى طنش بقى اللي دخل دباخل زراعها يخش عربيات سابلة بتخش تجار بيض بيخش وكله ما فيش بقى اللي أنا قلت عليها دي أنا مش بلقى على ايه ده عامل زي بالزبط سعيد صالح لما كان يقولك حاشي بطاقة ليه من اللي مش شرب منه فيه ما هو كده اعتمدت على الفكسين وسبت كل حاجة غلط الفكسين ده مش سحر ده له كفاءة معينة مقصود معينة كفاءة تصل الى حد معين بعدها ما يقدرش يشتغل نمر خمسة ودي بقى نقطة بيقع فيها كثير من اخواننا المرابين وبعض من تلمزيتنا الدكاترة الصغيرين لسه متخرجين برضو يبقى لسه خبرة ما اكتملتش عندهم ان يخلط بعض اللقاحات مع بعض بزيات اللقاحات الحية نقول مثال عشان ما نتكلمش في الهواء الاي بي كاكش برونكايت انا بحصن للاي بي مثلا وبعدين بحصن ان يكسر فبقول ايه انا عشان اختصر الوقت ومعودش عطش مرتين ووجع دماغي وواتع بالفراخ وواتع بالناس انا هحط الفقامبولة 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 مثلا اللاسوتا او الهيتشنر مع الفقامبولة الفقامبولة من الهيتش 120 او الام اي 5 الاخر متوى الاي بي وحد دي يوم يبقى كده حصنت ضد المرضين لا يا حبيب انت كده في العلم الفيرولوجي ان حاجة اسمها فاكسين دومينات سيادة اللقاح بمعنى هتبص تلاقي الفراخ دي اه هتستجيب منعين لواحد منهم اللي انت حصنتهم بس اما الاي بي واما النيوكاسل والتاني هتطنشه مش هليديك منعه دي الله امال هتقول لي طيب ماه فيه فاكسينات موجودة في السوق عبارة عن نيوكاسل مع اي بي اقولك ايوة الفاكسين اللي مخلوط بشركة كربت عليه عدة تجارب وعرفت تحط قد اي من الفاكسين ده وقد اي من الفاكسين ده عشرة قصة كام من ده وعشرة قصة كام من ده بحيث انه لما يخش يبقى فيه اكوليبريا مظبوط بالانس بين الاثنين ليوم الجهاز المنع يشتغل ضد الاثنين ده اللي تستعمله انما ما تقلفش انت وجيبه جرعة الف جرعة من ده والف جرعة من ده وتحطهم بنفسك ما تخلطش عشان الفاكسين دوميني خلاص يا ده كاترة تمام نيجي بعد كده نمر التلاتة مثليني سوروبلنس حاجات تانية يعني مش قادلين نحطها في مجموعة اكسترا اورديناري تشالنج ساعتنا بحصن باحسن لقاح موجود في العالم والناس حصنت وطلعت عنها مزبوط تمام 24 اراض بيرفكت ولكن الكم الجرثومي اللي موجود في المنطقة اللي المزرعتك فيها عالي جدا بحيث انه كسر حاجز المناعة ودخل فما تستغربهاش دي بنقول عليها اكسترا اورديناري تشالنج او اوفر ويل مينج تشالنج تمام اوفر ويل مينج تشالنج او اكسترا اورديني تشالنج يعني تحدي فوق المعتاد انه يبقى في كمية كم جرثومي من الفايروس او من البكتير اللي انت بتستحصن لها عالي جدا بحيث انه يكسر حاجز المناعة ويعمل لك مشكلة تاني حاجة تاني حاجة تاني حاجة تاني حاجة تاني حاجة احنا عندنا مثلا لقاحات الانفلونزا كلها ما بتمنعش المرض مفيش منهم لقاح بيعمل على المرض وانما يمنع الاعراض والصفة التشريحية والخسائر انما زي بيقوله كده تاني حاجة تاني حاجة يعني لو خادر قبل انه ياخد العدوى وينقلها ويفرزها تاني دي طبيعة الفيروس ذا كده حاجة التالتة خطأ في التشخيص بيبقى اخناقة كبيرة قوي بتقوم بين السادة المربين اصحاب المزارع بتاعت التسمين البيض والامهات وبين الناس اصحاب اللي هما بيبعولهم الطيور تمام يقول لك انا عندي ماركس لشاف شوية اورام سرطانية ظهرت في القطية والتحصين بتاعك وبايز وانتو محصنتوش هنا في خطأ لانه لازم ده يتم تشخيصه في معمل خاص بالهيستو باثولوجي بحيث يعرف اذا كان ده ليوكوزيز ولا ريتيكولوندوسيليوزيز ولا ماركس لان التلاتة بيدوك اورام فمش معقول ان انت هتبتدي على طول مخك يروح لان ماركس هو ماركس بس مفيش غيره لا ده لازم يخضع للتشخيص الدقيق عن طريق ما اعمل معترب به محترم عنده الامكانيات ان يعمل لك هستو باثولوجي ويعمل لك بي سي آر ويعرف ان زي كان ده ماركس ولا لا والناس تبطل خناء مع بعض خلاص تمام طيب نيجي بعد كده بروبلم زوز بيردز في مشكلة ممكن بالتحصنات مع الطيور نفسها اول حاجة ان يحصل انهيبيشن باي انتيبوديس ما احنا قلنا يعني ممكن جدنا الطيور دهيت عندها اجسام مضادة في دمها وحضرتك مش شايفها وانت حصن فكوني نتيجة ان التحصين بتاعك يبوز ما تمش كما يجب نقول الامثال لك معروف ان في اي ام بتنزل كمية من المناعة بالامراض اللي هي تحصنت ضدها او الامراض اللي اصيبت بيها وعكوانت ضدها مناعة للكتاكيت الصغيرة فمتنزلها في البيض فده فترة الاولى من عمر بنحاول نستهلك المناعة الاممية بنسمي المناعة الاممية لما تنزل دي لو عالية بتعادل جزء كبير من التحصين انت بتعمل حاجة تانية الطيور دي كانت متحصن اقرائي من اسبوع من عشر ايام ولسه زي ما اتفقنا وشرحنا كيف بتاع المناعة زي ما عندها مناعة عالية حتى عادل مع التحصين بتاعك قطيع ده ممكن اتعرض لنيو كاسل مسلا وخد طبعا حتى عدوة طبيعية وتحسنت حالته شوية وبعدين انت بستعجل روح تمتدله تحصين تانية موكاون انتيبوديس متستنى متئس مناعة الاول تشوف هو ايه عنده يعني مناعة لسه موجودة جيدة ولا سيئة لاني ده ممكن انت بوصلك التحصين بتاعك الحاجة التانية ده لو انها قليلة شوية انها جينيتيك افكتس يعني بيقولك دي بايولوجيك المختلفة في كلام بعض المراجع بتقول ان هناك في استجابات تختلف من ايه استجابة المنعية تختلف من سلالة الى سلالة اخرى بس الحقيقة ده اف مبقاش لها قيمة كبيرة تعملش فرق كبير اول انما مذكورة برضي ممكن بعضكم لو دخل على الانترنت ولا اعرف بعض المراجع حيلاقيها نمرة ثلاثة امينولوجيك يعني خلل في المناعة طيب ايه بقى الحكاية دي يقولك الكاتاكيت الصغيرين دي تملي عندها حاجة من يعني كاتاكوت اللي بيفئس ده جهاز المناعة فيه لم يكتمل عشان تبقى انت تعارف يكتمل امتى دكتور يكتمل بعد خمس اسابيع العلم يقول كده لكن احنا الحقيقة ما بنقولش انه بيكتمل مية في المية عند خمس اسابيع لا منقول عند ثلاث اسابيع يبقى فيه كم جيد من المناعة او من الجهاز المناعة شبه مكتمل اقدر ايه احصن واحد سيقول انا بحصن سن يوم وبحصن سن اسبوع اه هنا بقى بس لازم تاخد بالت ان فيه انواع معين لازم احصن سن يوم زي الماركس مثلا مقدرش لان طريقة تحصينه وطريقة مناعته مختلفة شوية عن التانين حاجة تانية ان انا براعي ده لو انا بحصن للقاحات الاخرى ان لازم اعمري فاكسينيشن يعني اكرر التحصين بعد الاميون سيستم ما يشتغل وخاصة لو انا موجود في منطقة موجوئة مش هستنى لما اكتاكيت تصاب واقول لي هنا مستنى المناعة الامية لان المناعة الامية ممكن تعمل لمشكلة لان ايه لان اولا كميتها بتختلف في العنبر نفسه ما بيبقاش فيه هوموجينيستي لان عمرك ما هتاخد مثلا بواحد جايب 30.000 فرخة او كاتكوت من شركة وعمره محد عمره من عمره واحد لازم البيض اللي تحطوا كله مع بعضه كاتكيت اللي فقست جاي من امهات عجوزة ومتوسط العمر وامهات شابة لسه متحصنين هكون المناعة الامية مختلفة من واحد للتاني هكون متيجة ان فيه عندك لخبطة في المناعة معايا حضراتكم فده اللي هي منسميها اليميون كومبيتنس نجي بعد كده المانيوتريش اي خطأ في التغذية سواء سلالة لها العليقة بتاعتها ولها المواصفات بتاعت التركيبة بتاعتها اذا كان تسمين او بيات او امهات وكل سلالة حتى لها الكاتالوج بتاعتها بيقولك اديها التركيبة الفلانية او اضرب بالسلالة بتاعته فلازم تلتزم بهذا الكلام اذا حصل خلل في كم العليقة حضرتك بخيل وعاوز تخنصر في العليقة عشان توفر فلوس حكوني نتيجة ان ده حيقصر على جهاز المناعة لو حضرتك مدية عليقة تركيبة مش مظبوطة كواليتيتف ليه الكالوري بريتين ريشي والكلام ده كله وكمية الفيتاميز وكمية الميرانز ودي حنزكرها دلوقتي حتبصت لقيه يحصل خلل في جهاز المناعة وما يحصل ايه ما يحصل ايه استجابة منعية جادة ضغوط اجتماعية الفراخ دي عندها ضغوط اجتماعية زي البناء ادمين بالظبط البناء ادمين لو واحد ركب اوتوبيس وهو عصابه هادية ومرتاح والاوتوبيس رايق وكل الناس قاعدة مفيش حد حيدوس على رجل التاني وكلهم حيبوا وزوق قوي والراجل يقوم للست عشان شايل عايل وتقعد مكانه انما اوتوبيس اللي هي عادات سيئة ينقروا بعض ينقروا بعض اللي هي كانيباليزم كل ده بيرعب دور كبير اوي في ان المناعة بتاعتهم ما تكونش مزبوط بيبقى كيميا بتاعة الجسمهم بتاعت المناعة كلها بازق حاجة الاخيرة اللي هي طيور عيان عندها كوكسيدي عندها شوية كولايت شوية مايكوبلازما الى اخر اي حاجة من الممراض المختلف جيب كاتكوت رخيص عشان توفر شوية لان كاتكوت الرخيص هيبقى برضو جاي من امهات ما لم تختبر جيدا ضد الامراض المختلفة اللي بتنتخل رأسيا زي الصلمونيلا وزي 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 وبعدين حيبجيلك واخد الحاجات دي مستني بس يتلكك عشان اول ما تحصن بص ايه ظهرت البلاو دي كلها فذولم كلهم ايه conditions تمام نيجي بعد كده المجموعة اللي هنبر الخامسة immunosuppressive factors دي بقى هنقف بقى شوية كتيرة اللي هنهي دي بقى بيت القصيد طيب بيقولك ايه immunosuppressive factors اللي هي مثبتات المناعة ايه هي اللي بيبوز جهاز المناعة الحاجات التي تفصل بجهاز المناعة They are stressors causing direct or indirect adverse effects on birds immune system كل دول عبارة عن عوامل الضغط سواء مباشرة او غير مباشرة على الجهاز المناعة في الطيور يؤدي الى lead to immunosuppression اللي ايه اللي ايه الخلل المناعي او التصبيت التصبيت بالثه التصبيت المناعي طيب immunosuppression اللي هو التصبيت المناعي له اسماء تانية اللي انا ممكن تلاحظوها في بعض الكتب له ممكن نقول عليه immunocompromising او immunodeficiency او immunodysfunction كلهم بمعنى واحد اللي هو التصبيت المناعي ده هيؤدي الى serious economic impacts on bolter industry نتائج خطيرة على صناعة الدواب نشوفها بقى كده نشوف مع بعض بنقدر نقسمها كما يلي factors اول حاجة environmental factors عوامل بيئية حوالين الطائر زي ايه مثلا bad ventilation تهوية سيئة تهوية سيئة في اي عمبر هتديك انها حاجتين زيادة النشادر وزيادة الاتريبة في العمبر والاثنين دولار يعملوا حاجة اسمها شلل للجهاز الهودبي في الجهاز التنفسي ايه بقى الجهاز الهودبي ده نشوف كده دي صور حقيقية بالالكترو مايكروسكوب هنا ده الصورة دي هي اتحاجة الطبيعية الجهاز الهودبي عبارة عن تمام ده شايف شكلها عاملت ازاي وفي حركة مستمرة دي الهدف دي في حركة مستمرة عشان اي طراب داخل اي فيروس داخل اي بكتيريا بتطرده للخارج عشان على طول الطائر يتفاه برا وما يبلحاش او بتخش على الجهاز التنفسي طيب وملا ما حصل بقى لما الامونيا زادت والطراب زادت بص على الصورة بقى حصل شلل في هذا الجهاز الهدبي وتوقف عن العمل يبقى السكة مفتوحة كان هنا في بواب حارس يمنع دخول المكروبات والجرسيم والفيروسات الحارس ده انت كتفته او قلت له مع السلامة مش عاوزينك السكة بقت مفتوحة لأي فيروس أو أي بكتيريا من يخش وطبعا هنا ده على طول يبقى يساعد على دخول العمل حاجة تانية ان درجات الحرارة الغير طبيعية احنا عندنا هنا في بلادنا في منطقة الشرق الأوسط بنلاحظ ان احنا بيجينا أيام في الصيف بتبقى حرارة فوق 40 وساعات في بعض البلاد زي الخليج مثلا بتوصل لستين مش كده برضو صيح احنا بنعمل ايه بيعمله بقى التكييف وإلى آخره انما الحرارة المرتفعة دي سترس على جسم الطيور لازم والعكس البرد الشديد برضو هيأثر على جهاز المناعة فكما بس كده الاردرافت طائرات الهوى دي لو جات على جسم الطيور مباشرة بتضع في جهاز المناعة وزي ما اتفقدنا الشيلينج أو الوفرهيتنج الشيلينج اللي هو البرد أو الوفرهيتنج اللي هو زيادة الحرارة هيعملوا ايه دول كلهم لها التمبرش الكسترام هتطلع حاجة بنقول عليها بيضاء وإيه يعني دمات دوم كرات الدم كرات الدم البيضاء يا باشا هي الجيش اللي بيشتغل في إنتاج الأجسام المناعية وحماية الطيور اللي هو بيسمي اليميون سيستر جهاز المناعة هي دي العساكر اللي شغال إبقى أنت دوبتوهم إبقى كل سنة هم تطايع تيجي بعد كده حاجة تانية نمر بيه فيد فاكتورز حوامل تغزية أول حاجة المايكوتوكسنز وأنا عارف أن أنت أخذتم محاضرة عن المايكوتوكسنز باستفادة واختصار شديد هي عبارة عن ميتابولايتس تطلع من الفطريات بعض الفطريات وهذه الميتابولايتس بتقول عليها unavoidable يعني لا يمكن أن أنت تتجنبها صعب أول كل اللي بنعمل خليها في البرميسبو الليمتس اعمل معروف ما تبقاش يعني إيه عالية أول عشان ما تعملاش ضرق حتى لو هي في البرميسبو الليمتس زي ما تقال لكم برضو أنا متأكد الدكتور اللي قال لكم وشرح لكم هذه النقطة باستفادة أن حتى في البرميسبو الليمتس اللي ما يكونوا اثنين مع بعض بيعملوا يعني سيارجيزم يعني سيادة ضراوة للاتنين مع بعض فباستبرار معروفة أن هي كل السموم الفطرية بتأثر على إيه جهاز المناعة طيب هتقدي ايه اللي بتعمله عشان تباوز جهاز المناعة اول حاجة عندك اول حاجة افكتن ادرينيالجلانز سيكريت ستيرويدز واند كورتيكوستيرويدز ودولم يعملوا بويزن كورات الدم البيضاء يعني ايه الادرينيالجلانز يسمى الغضة الكاثرية دي موجودة باللغة العربية الغضة الكاثرية دي بتطلع بعض الهرمونات كورتيكوستيرويدز بكمية عالية حتبص يتلاقي ده بيسمم كرات الدم البيضاء يعني برضو بوصدك ايه الجيش بتاع ايه اللي هو شغال معك في المناعة حاجة التانية تعمل اتروفاينج للينفويد أورجنز تدمر تدمر زي بيرس وزي سايمس جلانز وزي سيكال تونسل وخلافه كل دي هي بيحصل لها ضمور نتيجة السموم الفطرية الحاجة التانية ان هي بتعمل نيجاتف لأفكت كومبيرمين يعني في حاجة اسمها كومبيرمين عبارة عن أنواع من البروتينات مواد كيميائية بيكون في الدم مهمة جدا في عملية الفاجوسيتوز والاكتيفتي بتاعت الماكروفاجز والميكروفاجز والحاجات دي دي بالظبط زي عملية في الجيش يعني اللي هي السلاح الإشارة والتبادل بين الرسائل ما بين القوات المختلفة فلما يأثر عكم لمن ده حيبوز لك الحكاية ودتالي ملك حتى دي ساموها إيه يعني متزامنة كسل قرات الدم للبيضة الله أكبر الله أكبر عزة لله نيجي آخر حاجة نتعم بتقلل عدد الماكروفاجز والميكروفاجز اللي هي القرات الدم اللي هي بتعمل يعني تلتاهم خلال أكولها كبيرة وخلال أكولها الصغيرة اللي تلتاهم المقربات اللي تخش عشان تحمي الجسم فطبعا اللي بيقل ده كل ده بيفسد جهاز المناعة نيجي بعد كده نيجي حاجات غصة بالتغذية بأس تمام نبص نبص كده معي في بضحصة ساعات ان فتوى من بعض الناس يقول لك يا أخي أول تلتاهم سيب الفراخ من غير متاكوة كويس كتاكيتة عندها لي كسي الموح عشان يمتصب سرعة اوعى تعمل العاملة دي لأن دي أخطر مرحلة بيبوص فيها كتاكول لازم أول ما ينزل ينزل على الأكل على طول عشان جهاز المناعة يشتغل صح لأن لو حصل نقص في المرحلة الأولى من العمر دي بتبقى خطيرة على جهاز المناعة حاجة تانية بروتين ديفيشن تراشنز عليقة البروتين بتاعها مش مزبوط قليل طبعا ده على طول يعمل ريداكشن للسايمس جلانز مغدة تايموسية اللي هي بتطلع التي سيلز اللي هي مسؤولة عن المناعة الخلوية دي على طول بتقل في الحجم بتاعها وضبوز أيضا اللينوليك أسد ده نوع من الأحماض الدهنية بعض الفيتامين اللي هي مهمة جدا كل دولم نقصوهم وكذلك الكالوري بروتين ريشيو الريشيو ما بين الكالوري والبروتين لازم له ريشيو معين زملاء نبتور التغذية تفاهمين هذا الكلام لأن كل دولم يقدوا إلى لورينج الهيومر الاميونيتي يأثروا على المناعة الدموية نيجي بعد كده كيميكالز في كيميكالز ممكن تأثر على المناعة آه يقول لك انسيكت سايدز ان ديس انفكتنز الله واحد حيقول لي يعني مواخد باله كده بصح صح معايا حاولي وإحنا بنشرب الفراخ مبيدات حشرية ولا بشربها مطاهرات حاولك لأ ده انت تمالي بعد متخلص الدورة بتاعتك بطل بتروح متخلص من الفرشة وبتخسل كويس وتروش بقى المبيدات الحشرية بتاعتك والمطاهرات وبعدين تشتف أو بتاعها ما توصلش للجرعة السامة من هذه المبيدات أو من هذه المطاهرات تكون موجودة في الميا مساء يعني أو في المعالج إذا وصلت للجسم مش هتعمل لك مرض ولا هتصير لك حاجة ولا الفراخ تموت ولا بتاع لما هتأثر لك على جهاز المناعة وتقلل الكفاء فناخد بالنا من حتة نمرة الانتيبيوتكس الناس رمية حملها كبيرة على المضادات الحيوية ودي نصيبة سودة في الطب البطري والطب البشري المضادات الحيوية اللي احنا نستعملها دي سلاحظوا حدين وخطيرة جدا حنجايب لك بس مجرد نبزة عن الأدوية اللي احنا نستعملها بكسرة وقصرها جانبين الاكسترسايكلين الكولورو تترسايكلين التايلوزين الدانوفلوكساسين الجنتاميسين كلهم يعملوا تقلل الأجسام المناعية الماكرو الكبيرة اللي بتطلع تركيز بتاعها بيقل يعني بيأثر لك على أن الأجسام المضادة كلها تقل وتنخفل دول المجموعة دي عندك بقى كرونفينيكل دي بسبت و سودة لأنه بيروديوس حاجة بسمية أبلاستيك أنيميا ودي حتى موت اتنجيب الرحانة الله رحمه ليه لأنه كان كان عنده تايفويد نحسن بقى بنسمع يعني واتعالج كان وقتها العلاج بتاع الحالة دي بيقل فالراجل المجرم خده حصلته الأبلاستيك أنيميا ما كانش لطب متقدم في عملته نفس الأبلاستيك أنيميا دي ممكن تحصل في فراخ ومعروف دلوقتي إن ده تمنعم في الطب البشري وممنوع إن في الطب البطري ما استخدم حاجة بديلة لطب الفلوروفينيكل بدل بيقل لكن للأسف برضو في ناس بشتغل بي وتسمعش كلام خلاص خش على حاجة تانية آه الانفكش ده المعلم الكبير فقا حاجات بقى معدية بنقدر نقسمها إلى مجموعتين كبار زي ما حضراتكو شايفين يعني حاجات لما تخش الجسم التارجة أورجن بتاعها هو جهاز المناعة البيرسة فابريكاس مثلا أو السايمس جلان أو أو الاخ تمام معايا حضراتكو دولا يبقى ده يقول عليه بوواز لجهاز المناعة الحاجة التانية المجموعة التانية يقول غير مباشر يأثر على المناعة التأثير على المناعة نقول الأمثلة بتاعت ده أنا كاتب هنا يعني عندي لأستاذ الأطباء عشان برضو يبقى فاهم دي أسماء الفيروسات المربيين وزملائنا المهانسين مستوعبين هذا الكلام ماركس بزيز الجنبورو الافيان ريو فيروس الشيكين أنيميا فيروس الفاول أدينوفيروس الريتيكولويندوسليوز فيروس أو اللي هو اليوكوزز والريتيكولويندوسليوز دي الأمراض اللي هي مباشرة تروح تضمر جهاز المناعة دايركت إفريكت طب المجموعة التانية اللي هي الان دايركت برضو أنا كاتب أسماء الكوز لكن هنقول المرض النيوكاسل الانفروانزا الـ اللي هو الانفكتش برونكايتس فيروس السبع أنواع من الايميريا من الكوكسيديا من تسعة في الفراخ كلهم اميونو سابريسيف بيأسروا انداركت على المناعة الإصابة بنوع من الطفليات وحدة الخلية اسمه كريبتوس بوريديم كريبتوس بوريديم انفكش المايكو بلازمة أعتقد أنت داخدتوها برضو في محاضرة إحدى المحاضرات مايكو بلازمة بأنواعها بتأثر برضو الايكولاي بتأثر السلمونيلا بتأثر كل دول ميأثروا لإنذارك بنيجي حاجة تانية بقول لك ملحوظة هنا نوتابينة بقول لك بعض الياف فيرال بكسين with high residual virulence are immunosuppressive at early age and chickens produce immunosuppression for example IBD and CIA بكسين طيب يعني إيه أمراض لما تيجي الحتة الملحوظة دي بنقول إيه بنقول إن بعض اللقاحات اللي هي بنستعملها اللقاحات الحية اللي بنستعملها زي لقاح الجنبورو ولقاح الـ chicken anemia معروف إنهم لهم تأثير immunosuppressive جزئيا جزئيا مش هنقول 100% لكن جزئيا وخاصة لو بيتأخذ في عمر صغير أخذ بالك لكن يجو أهلا يقول طب أنا عندي مثلا الجنبورو ده في عندي ميزوجينيك فيروس وفيلوجينيك فيروس أستعمل السخن ولا الباق المتواصف أنا هنستخدم المتواصف عشان يعمل إيش immunosuppression هنقول لك آه ما تتم في الحكاية لكن لو أنت في منطقة موجودة بالجنبورو شديد الضروة ما يفلش الحديد إلا الحديد يبقى لابد أن تستعمل جنبورو وفاكسين شديد الضروة عشان تقدر تسيطر على المشكلة تمام إنما لازم يحط في الماغي أن هذه البقاحات الحية كلها لها تأثير مثبت للمناعة ولو بدرجة السادة الدكاترا اللي موجودين معنا في المقام الأول يعني أوصفها أنا مرضو جنبورو أنا جاي تقعد الصور اللي هي مميزة للشريح بتاعه حتى الهسة وبصوليج بتاعه كلام ده انت شفتوه فمش عشان مضيع وقت المحاضرة فيه طب هتعمل هي في تصبيت جاز منعه بتعمل في البرسة اللي هي كيس يعني بوزة الوظيفة بتاعتها البرسة فابريكز دي مفوض البيت بتاع البي سيلز اللي هي البرسة دي منتند سيلز اللي هي دي حتشغال على الهيومور الاميونيتي لما حصل فيها ونكروزيز وحل محلها أنواع خلاها أخرى يبقى بوزة الشغلة تمام قادي تأثير بتاع الجنبورو ناخد واحد التاني اللي هو الماركس الماركس فيروس ده تمام اللي ده يعني عارفين انه ده فيروس بيأثر لعال بيعمل أورام سرطانية في النيربز وبيعمل ساعات بعض الأورام السرطانية في الأكيوت في الانترنال أورجنز فهذا بص يعمل لك سيفير ديبليشن أو المفوسايتس الميجور لمفويد أورجنز اللي هي يعني بيبوز برضو العساكر الموجود اللي هي الجنود العساكر الأفراد اللي هي الأساسية اللي موجودة في الغدة التيموسية والبيرس الفابريكس الكيس الفابريشي وفي الفحال طبعا بوزة الشيخ نيجي بعد كده المرض الليكوز مرض الليكوز ده عدة أمراض من دخل تعطيه ومش مرض واحد منسميه منسميه يعني سكوميا سير كارسينوما لينفويد ليكوز بقى إرستو بلاستوز ميلي سيتوماتوز أوستيوبتروز ميلي ميلي بلاستوز هيمانجيوم نيفرو بلاستوما حاجات كتير من الأورام ده كلهم بيعملوا ايه في عندنا مثلا في بيحصل فيه ماليجنان تبقى في ماليجنان كونفرشن أو بي سيلز بتحصل متاسيز زيو في حالات اللينفويد ليكوز أو يحصل الالتريشن في الامينو جلوبين لاخبطة فيها ومالفوريش برضو بوز جهاز المنعم نيجي بعد كده المرة التاني برضو بيعمل أورام اللي هو ريتيكول اندسيليوز ده بيبقى فيه نيوبلاستيك سندروم بيبقى بتبقى الصورة عبارة عن خليط نفس الأعراض الصفة التشريحية اللي موجودة في الليكوز ولو تذكروا لما كنت بتكلم على المشكلة بتاعت الماركس والخناقة اللي بتحصل مع الناس يقولك ده الفكسين بتاعك بايز أدي المرضين هم بيدوا أورام ويدوا حاجات مشابهة للماركس فلابد عشان يحددها بالضبط تعمل التحاليل في معمل معترض بي يعمل بي سي آر ويعمل الهي ستو تمام نيجي بعد كده نيوكاسل حاجات بقى الانديريك تأثر نيوكاسل ديزيز هيعمل هيموبيوتك أو للمفوبيوتك سيستي اللي هو التحال يحصن في نكروز والنزيف هو تنكرز في الانتستان الميكوز للمفويد أو تيشوس بازة الشغلة برضو بس انديريك حتعمل ديستركشن للمفويد تيشوس امبرز المالمونري ماكروفاج ستقلل برضو بوز المناعة بس امريكا لا اختصار ل بلاستي بلاستي امريكا و جنراليز الانفويد اتروفي و اتروفي بون مارو بون مارو مسؤول عن انتاج كرة الدم فبهدلة للجهاز المناعة هنجي بعد كده الريو فيروس انفكشن بعمل ماركت اتروفي اوب لنفويد فوليكت و ديبليشن اوب لنفويد سيلز ان برس فابريكا ان سيم بلان وبون مارو ديكروز و بوس حتى على الاسبالين هنا في المرض ده ده تحالدة سالين ده تحالدة باز خلاص شرنكن بنكرياز وحصل انسيدات الاثنين دول عمر واحد بس ده عنده حاجة بنسميها سيندروم احدى الاصابة بالريو فيروس انفكشن او هو المتهم الاول لان فيه ازر انتريك فيروس بعملوا الحكاية دي برضه تمام نجي بعد كده السلمونيلا السلمونيلا تعمل كده اه ينهر بيض سيفير هيموليتك انيميا سيفير هيموليتك انيميا لينفوسيتيك غيره تمام نجي بعد كده النتيجة بقى الصفة الكلينيكية التيجت ان فيه عندك تثبيت مناعي هيحصل ايه بور بيرفورمانس الانتاجية مش هكون مزبوطة هتبقى ضعيفة انكريز المرتالي النفوق مرتفع انكريز اف سي آر معامل التحويل حيعل وده كويس ولا وحش طبعا وحش لانه هيكل كتير عشان يديك الاوزان مزبوطة او كمية البيض المزبوطة كمية الكرات دم البيضة هكون اقل او ضعيفة هي اقل الانتاج البيضة هكون نتيجة ايه ده هيحصل ايه بقى فيه هيؤدي لحاكتين يعني زود الفرص لعدوة سانوية بايه باي مرض بقى فيروسي بكتيري طفلي الى اخر وده تهمنا ايه بقى التحصنات لحضرتك بتعملها وتعبت فيها وكليفتك كتير عليه العوض فيها لانها ايه بازت نتيجة ايه يدربوه انت حتطلع بي سيل وانت حتطلع تي سيل وانت حتطلع مش عارف ايه وسبحان الله ان شاء الله اذا كان فيه هناك فرصة نتكلم على جهاز المناعة بالتفصيل دي حتبوس تلاقي فيه معركة على اعلى مستوى اتعرف في الحروب موجود في جسم الطيور وفي جسم الانسان سبحانه خلاق العظيم تمام الوظيفة بتاعتها بتفقد كذلك يقال الاخلال الكبيرة والصغيرة اللي هي ممكن بتاكل المقربات الداخلة الاخلال اللي هي الكرات البيضاء المحببة دي بتقل الوظيفة بتاعتها دي عبارة عن مواد كيميائية مهمة جدا عشان الكميليكيشن ما بين الجهزة المختلفة بتاعت الجهاز المناعة يوصل زي صلاح الاشارة كده في الجيش التحول من جندي غير مدرب الى جندي ده صعقة وده مش عارف مشاه وده بتاعة ميمطاه وده كذا كل ده بيتم داخل الجسم عن طريق برضو برسا فابريكاس وعن طريق سايمس جلاند وجهاز المناعة بتلف في الدم متدور على اي مقروب تلتهن كل ده بيقل شفت بقى البهدلة اللي حصلت اداء طيب نجي بقى هنا بقى نتكلم بقى احنا كنا منتكلم واجعنا دماغه بايه بأسباب الفشل التحصين طيب بس بيش حاجتان يقى فيه قولك ايه اول حاجة اهو قل لك ديكريز اميون سابريشن خلاص قلناه اللي هي انه يحصل خلل مناعي لا انه انه بطل حاجتان اقوي جهاز المناعة او احفز جهاز المناعة تمام انا مش بزوده لا ده انا بخليه احاول اعدله للا القيمة للصورة الطبيعية بتاعته ده عن طريق سواء كانت هميرال اميونيتي او سيميديت اميونيتي يوزن اميون ستيميوليتور او اميون يعني ايه بالعربي يعني ان انا بلعب بدي حاجات منشطة او محفزة للمناعة بتأثر لي على المناعة سواء الدموية او الخلوية عشان ده هي ترفع لي كفاءة الجهاز المناعي طيب بس كده لا ممكن ايه لاتنين مع بعض اعمل دي واعمل دي يعني ابقى بسيطر على الاميون سيبريشن واننا ادي المحفز اللي هو يساعد على تحسن الجهاز المناعي الجملة دي بقولك اميونيتي تقريبا بريوجوال نيد فور اميونيتيميليتور او اميونيتيميليتور تو كاونتر اتاك اميونيتيميليتور ادى الفشل المناعي او التطبيط المناعي ده الى زيادة الاحتياج الى منشطات المناع ان انا اديها عشان اواجه المشكلة بتاعت الاميونيتيميليتور او الخلل المناعي ايه امنوع الميونيتيميليتور او الميونيتيميليتور منقسمها الى حاجتين الحاجة الاولى منقوم عليها سبيسيف وهذه الحاجة معينة اديها تديك تحفيز لالانت ده زي المثل بتاع اللي هو transfer factor ولذلك استخدامتها في الفيلد محدودة جدا للغاية انما اللي همنا التانية تانية تكون عليها non specific immunobutentiator او immunostimulants دي بتزود increase الهيمرال and cell mediated responses against different angles بتقدر انها تزود او تحفز المناعة الدموية والمناعة الموضعية من ضد اللقاحات المختلفة او الانجلز المختلفة زي ايه بقى من قسمها الى مجموعتين تاني microbial modifiers معايا حضركم يعني حاجات مشتقة من ميكروبات طبعا ميكروبات مش ضارة او بكتيريا يعني مش ضارة او حتى في بعض الفيروسات حقول عليها ده ودي بقى يقول عليها biological agents حاجات طبيعية دي زي بند ايفي بند ايفي راح نطلع عليه استاذنا الكبير دكتور اسماعيل رضا كان بعد ما رجع من امريكا في احدى الزيارات بتاعته قال ان في هناك عندهم بياخدوا التشيكين بوكس يعني انه منه حاجة يسموها بند ايفي ده هي بتقاوم العدوى بتاعة ال 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 الاصابات بالامراض التنفسية اللي بتصابيها الانسان وكانت من نتيجتها هيلة جدا لما بيستعملها كان فده كان رغم انه فيروس انما بيستعمل كموديفاير بيستعمله كاميون ستيميرات في انواع اذن اه في بكتيريا زي كوراني بكتيريام سبيشيز بالذات كوراني بكتيريام كيوتس ده في ده ايضا نوع من البكتيريا النافعة اللي لما بيستخدمه طبعا مستحضر بشتة اللي بتعمله الاخر بروبيو بكتيريام جرانيلوزم الى اخر كل دي اسماء علمية انما هي موجودة في السوق باسماء تجارية فممكن تستعملها دي بنسميها بايولوجيكال موديفايرس طيب في غير كده اه في نان ميكروبيا موديفايرس يعني حاجات له بكتيريا وله فيروس وانما من السمة بقول لعنية سينسيتيك ستيموليتور في عندنا سينسيتيك ستيموليتور وفيسييولوجيكال ستيموليتور حاجات سينسيتيك يعني تركيبية وحاجات تبقى إيه فيسيولوجيكال فيسيولوجيكال من السمة تاني الى اورجانيك وإن أورجانيك أو فارماكولوجيكال الارجانيك زي فيتامين اي وفيتامين اي اه فيتامين اي وفيتامين اي من البيتامينات اللي هي منشطة لجهاز المناعة بتزود برضو وكفاءته ويك أورجانيك أسد أنواع معينة من الأحماض العضوية زي اللاكتيك أسد وفورميك أسد ده منشط جدا لمنع وليجو ساكرايت أنواع من البري بايوتيكس اللي بتقال عليها بري بايوتيكس ودي هتب مشتقة من السيلول بتاع اليست ودي برضو مهنشطة لمنع الفلاطايل اويل زيوت الطيارة كلها برضو لها منشطات للمناعة بدون ذكر أسماء تجارين الانورجانيك زي ممكن ده برضو بيبقى إيه منشط المناعة ولذلك بنحطه على اللقاحات الحق الميتة عشان يزود لكفاءة التحصين اللي أنا بديه فيه فرماكولوجيكال زي ليفاميزول ليفاميزول ده أصلا مستحضر بيستعمل لعلاج الددان لكن سابت أنه هو له كفاءة فيه فيه اللي هو تزود لي كفاءة جهاز المناعة عشان إذا حصل عندي تطبيط مناعي أو إذا كنت عاوز أحصل على مناعة كفء أكتر من الموجودة طيب الملخص بتاع الكلام ده عشان إحنا وجعنا دماغكم بالكلام بتاع ده يعني 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 بقولك في الملخص إن اللقاحات اللي هما هتديها بالجرعة الصح وبالطريقة الصح ما تديكش تأكيد أن حيحصل حماية كاملة ض الفيل تشانج تضل العدو الحق ليه لأن لابد أن يكون فيه مجموعة حاجات مختلفة لابد أنها تتخذ في الاعتبار طيب نيجي بعد كده خلي بالك بقى من الكلام ده يعني خطة تحصينات مظبوطة بتتعمل في الوقت المزبوط وتتعمل صح وزائد بلاس جود منجمينت رعاية جيدة تغزية متزنة بيرفكت بايو سيكورتي اللي هي أمان حيوي مظبوط مزبوط يعني برضو احنا بتكلم في بيولوجيا ما فيش أبسوليوت يعني أنا بنبهك ما فيش حاجة اسمها إن أنا أرمي حملة على الفكسين وخلاص ما ينفعش الموضوع تغزية دواجن من غير تغزية ما تنفعش دواجن من غير بايو سيكورتي ومانيجم ما تنفعش تغزية دواجن من غير أمراض وعلاجها وتحصيلات ما تنفعش كله إيده في إيد بعض لأن كلنا في مركب واحد طيب وما ليه بقى thank you very much أرجو إن أنا ما كونش قطلت عليكم وإن أنا كنت واضح معكم ويكون في استفادة وشكرا لحضراتكم لحسن الاستماع شكرا الجزيل لشركة دلتا بيت إنها أتحت لي الفرصة إن أنا ألتخي بحضراتكم في المحاضرة الهامة اللي أنا بقى تصور إنها من المحاضرات الهامة جدا لكل مرب الدول شكرا جزيل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإحنا بنتقدم بالشكر الجزيل لأستاذنا الفاضل الحبيب لأستاذ الدكتور محمد عواض على هذه المحاضرة القيمة اللي غطت موضوع في غاية الأهمية وهو موضوع المناعة وقديه إن يعني المناعة بتمثل كل شيء في مزارع الدواجن طيور أو قطعان بلا مناعة معناها قطعان مريضة وتدخل في مشاكل كثيرة جدا ويعني بتبقى العملية صعبة كثير جدا من كل نقط اللي أثارها أستاذنا الجليل أستاذ الدكتور محمد عواض ونكون جاهزنا أسئلة وأنا كنت شايف ناس كتيرة قوي بترفع إيديها أثناء المحاضرة فأتمنى إن شاء الله بأمرنا كل الأسئلة دي تعرض على سيادته مباشرة بعد فاصل قصير ثم نعود لحضراتكو بإذن الله تعالى